ضيفي يقول أن روسيا غير مستعدة للتسوية هي أيضا غير مستعدة للتمويل لإعادة الإعمار ولكن هل سوريا مستعدة لاستقبال اللاجئين؟ لا المسألة أنا أستغرب بصراحة وأحب أسأل ضيفك من واشنطن أسأل سؤال بالنسبة لي المسألة للأسف هي تجاذبات حادة يعني مسألة اللاجئين الآن عم تسيس بصراع واضح وتصفيد حسابات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بعد أن اتفقوا الضامنين في سوريا الآن نتقل من جديد لبعض الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يعني لماذا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إعادة الإعمار في مناطقها في مناطق قوات سوريا الديمقراطية إذن يطبط الملف بترسيخ النفوذ الأمريكي أو الروسي في مناطق نفوذي خاصة بعضها لحصلت أمريكا على 300 مليون دولار لإعمار هذه المناطق التابعة لقوات بسرعة الناحية الثانية يعني ضيفك الكريم من واشنطن أخ بولوك يتكلم عن أنه يمولوا جماعة حزب الله هي الإشكالية مع جماعة النظام وحزب الله يعني إذا مولوا إعادة الإعمار هل سيعود اللاجئين؟ أكيد لا يعود اللاجئين لماذا؟ هل لا يوجد ضمانات مثلا لتأمين عودة اللاجئين؟ أنا خارج من سوريا وأحكي لك أنا مثال حي يعني إلا لو عمروها يعني نفرض عمرتها الولايات المتحدة الأمريكية وعمرتها روسيا واتفقوا هل أستطيع العودة؟ من يضمن لي العودة الآمنة؟ من يضمن لي عدم الاعتقال؟ من يضمن لهؤلاء الناس؟ إذن نحن بحاجة لعملية سياسية كل ما يجري الآن في ملف اللاجئين واسمحيني من ضيوفك الكرام كل ما يجري هي مسألة تسجيل نقاط الولايات المتحدة الأمريكية خلينا نكون بصراحة يعني لا أحد يستعمل الملف السوري شماعة إنسانية يعني الصراع الأمريكي الروسي الأمريكي واضح الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من روسيا حتى في اجتماع نسك يعني بمسألة نفوذ إيران بالمنطقة ومسألة أوكرانيا وجزء وشبه جزيرة القرم الآن أصبحت مسألة تعويم الملف السوري كل الآن سواء الولايات المتحدة الأمريكية وسواء روسيا كلاهما يقفزان على أس المشكلة هي أمن الناس التي تعود هي العملية السياسية ادفعوا بالعملية السياسية توافقوا بالعملية السياسية عندما تدفع العملية السياسية ونصل إلى حل سياسي حقيقي ترجع الناس بأمان هذا أس المشكلة طيب إذن لماذا اختارت روسيا لبنان بالتحديد كبوابة لعودة اللجئ لبنان لن هو أسهل شيء بصراحة لأن السوري عامل في لبنان يعني دعيني أقول لك وأنا أحكي أيضا من أرض الواقع أنا درست في لبنان وعشت في لبنان في حالة من الاحتقان التاريخي بسبب وجود الجيش السوري في لبنان تجاه السوريين أيضا مسألة مسيسة لهالسبب يعني عانى السوريون في لبنان المعانى لم يعاني هاحد حتى السوريين موجودين في لبنان موجود أكثر من مليون عامل قبل الأزمة لذلك روسيا تعرف بأنه على فكرة اللبنانيين طرحوا مسألة طرد السوريين طرد السوريين مش عودتهم قبل ما تطرح روسيا عودة اللاجئين يعني كان متنفسا بالنسبة له يعني مسألة جاهزة إضافي إلى ذلك بأن السوري مهدد في لبنان من حزب الله مهدد من كثير من يعني صعوبة العيش يعني طريقة المخيمات الموجودين فيها في مناطق يعني صعبة جدا حالة الاحتقان الشعبي في أماكن معينة من السوريين وهذه ليست المرة الأولى كلما كانت تصبح مشكلة بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري يعني كانوا يعتدون على السوريون وشاهدنا كثيرا له السبب يعني وجدت الآن روسيا تحاول أن تجد المناطق خاصرات رقوة تستغل يعني يعطيك على سبيل مثال لبنان وأيضا شرق سوريا أنا أقولها دائما أنا أبن منطقة الآن فارغة من الناس يعني المنطقة من الرقة إلى البوكمال أكثر من 350 متر الريف الشرقي في سوريا فارغ من الناس ومنذ قليل كنت أتكلم مع بعض الناس يعني موجود 100 أو 200 في مثلا مدينة الميادين والليس أكثر يعني والذئاب والضباع يعني تتجول في خراب المدن أي عملية سياسية هاي وأي عودة على ماذا تعود الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر